حتى مهتبر متنقل لتحريلات البيولوجية الجزئية متخصص في الكشف عن فيروس كورونا المستجد رحاله بصفر في مسعى لتسريع أثيرة الكشف عن الفيروس باستعمال تقنية تفاعل البوليميراز المتسلل بي سي آغ وأبرزت المديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس أن تعبئة هذا المهتبر تنترج في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الرمية لاحتواء انتشار الفيروس والتكفل بالمصابين قبل نقل العدوى إلى آخرين الحمد لله وزارة الصحة عزة العرض الصحي في الجهات فكان الاختيار الأول على جهة فاس مكناس اللي غير بدأ هذا المختبر المتنقل لحترحة المدينة تفرور اللي غير يجري تحاليل مخبرية هنا على الساكينة وكذلك الوحدات الصناعية اللي غير يستفدون هذا التحاليل في المخبر فهالتحاليل غير يجري فوق سريع يعني أنه نتصل بالنتائج يعني فوق سواجز كذلك أنه نقص ذاك العناء ديال الصفار للمركز التشفائي الجامعي باش يكون القراءة ديالهم فاليوم الحمد لله أنه هذا المختبر سهل علينا وغادي يكون قريب من المواطنين قريب من الموحدات الصناعية قريب من العاملين في المشفى كانت توجدوا الآن بمختبر المتنقل للكوفيد-19 هو مختبر تم تجهيزه بشراكة مع الجمعية المغربية الطبية للتضامن تم تجهيزه للقيام بتشخيص الكوفيد-19 في المناطق التي لم يكن تفرش على مختبرات متخصصة لتشخيص المختبر تم تجهيزه بأحداث الآليات لتشخيص الكوفيد عبر تقنية الفيسر باتباع جميع المعايير الدولية المعتمدة حتى في المختبرات القارة العملية تكتسي أهمية خاصة حيث أنها ستسمح بوروج مختلف الجامعات وتغطية المناطق النائية وبالتالي تخفيف الضغط على المختبرات الثابتة الموزعة على التراب الوطني الحمد لله هذا النار نرى هذه الباديرة وهي صراحة جيد حسنة هذه الوحدة المتنقلة ومرنا من هنا وجينا رغم نظرة لذلك الظروف ديال العمل اللي كنت كانت تشغلوا فيها والمخلطة مع المواطنين وبالزب ديال الأمور إجراءات اللي كنا كانت نديروا في الإدارات وهذا وارطأت اليوم باش نجي نديروا هذا التحليل ديال كوفيد-19 وتتوفر جهة فاس مكناس على ثلاث مختبرات للكشف عن كوفيد-19 الأول بالمركز الاستشفائي جامعي الحسن الثاني بفاس والثاني بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس والثالث بالمستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس وكان وزير الساحة خالد يتطالب قد أكد أن إنجاز تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد سيتم تنوعه وتوسع نطاقه في إطار استراتيجية الإعداد لرفع الحجر السحي والتقلص من مدة انتظار نتائج التحليلات ترجمة نانسي قنقر